موسيقى مننتقل سوا مشاهدينا لفقرة الطبخ بوصفة شهية جديدة مع أخصائية التغذية راما البيك والشيف غدير تابعوا معنا شيف غدير كيفك؟ حليل راما كيفك أنت شو أخبار؟ تمام مميحة أنت شو الأخبار؟ والله الحمد لله شايفي شغلات طيبة مثل اللي أنا بيحبهم يلي هينن تشيز ووريغانو زعتر أخضر ما بعرف ماذا سنعمل اليوم؟ تمام هذه الشيز هي جوت شيز المناسبة ومعنى البراون توست بريد سنعمل سناك خفيف أو يمكن أن يكون عشاء صحة خفيف بنكهات رائعة تماما ومكونات كثير بسيطة وكثير سهلة ويأكل وقت ليس أكثر من خمسة أو ست دائق تحضير تخبرني شو المكونات؟ مكونات عنها جوت شيز تمام مكونات عنها جوت شيز ناضجة هل يوجد نوع معين؟ لا يوجد نوع معين موجود في كل السوبر ماركت ممكن أن يجده وعننا الجارلك هذا أهم عنصور بالنسبة لي والزعتر البري والتوست بريد وعننا الزبدة لتحميس التوست بريد والزيت الزيتون لحتى نعمل فرائيين للجارلك بالنسبة حسنا حسنا نبدأ سأساعدكم بشي أول شيء سننزل الجارلك بالزيت أوكي نقلي أظن هاي حامية شوي نعم نشغلت عليها نشوف شو سيصير فلق على الله تمام أمورنا أوكي أول شيء سنضع الزيت بالقلاية ونقلي فيه الثوم تمام تمام سنقلي الزيت عنه سنهد النار حسنا 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 يأخذ يعني ينقلب شوية شوية الثوم لا ينحرق من بره يصير كذلك طري تمام نعم لا يريد أن ينحرق من بره ويضل من جوه حسنا يريد أن يكون صفت لأنه سنهرسه مع الغوات نسل جميع الزبدة حمية الزبدة سننزل التوست سنضع زبدة على الطرف الثاني إذا كان لدينا لسفل المقلاية شوية زبدة نقلبها وتتشرب من الجهة الثانية نرجع مندهن وجه الخفزي شوية زبدة منشان تأخذ الأحمرار المطلوب والتوستد المطلوب تمام نحن نعطيها من هنا قليل ضغطة خفيفة لتأخذ لون بالنصف وتتشرب الثبدة نحن نعطيها هذه ضغطة صغيرة خفيفة لا نريد أن نضغط على الخبز كثير حتى لا ترق معنا تظل بنفس السماكة وتنشف من السوائل أو الميا يا جماعة الريحة يعني ما بوصف لكم قداش طيبة طبعا نحن قلينا التوم وتركنا شوية لكنها حمينا الزيت وتركنا التوم لحاله يغلي بقى بالزيت لأنه ستيل الغاز لنا حامس نعم هناك ناس تحمس التوست على الفان لحالة بدون شيء فبتحترق تحترق وما بتعطيك إنك هي اللي بدك وهيك وحسب كمان في ناس بتحب طعمة الحرقة هاي شوف كيف هناك ناس بتحب هاي الحرقة نعم هناك ناس بتحب هاي الحرقة بس إذا ما بدك يطلع هاي الحرقة نحن بدنا نحط الزبدة لكي نضمن أنه ناخد الشقار بدون احتراق لك هاي على السريع استويت لأن خلاص أخذ حدو الغاز عنا الغاز وتوقع خلصت هاي أعتقد نعم نعم خليكم حازرين بس بالتعامل مع الفان منشان ما تنحرقو وتقولوا والله أنا عم بعيد أنا ما قلت لكم تستخدموا أي ملقط بس أنا إنسوكي يعني الشيف متعود متعود تماما على الأكلنا حروق كتير لحتى ترى هاي منكون خلصنا التوستات التوست صار عنا جاهز للشغل تمام نارضنا بزلاتنا إلى هنا نجهز بهذا الصحب بس لحتى نكون التوم عنا هاي طفينها نجهز طفينها هصافينها للشيدة هلأ شو هنعمول هلأ توم جهز عنا صافينا ناخده على الصحن الضغير هيك شوية منصفيه من الزيت ومنحطه بالصحن نعم نستخدم نحن الزيت نفسه كمان لما للدرسنج صح او وقت لبدا تهرس تاخد القوامي اللي احنا بدنا اياها لحتى تتمد معنا على التوست يومي الزيت مشرب بطعمة التوم ومع الجوتشيز ومع هون الفكرة نحن هنبلش نهرف التوم هون نكشو شكله هيك كريسبي من بره وشكل شكله يعني بتشله الواحد يأكل التوماية الحبة مثل ما هي انا ما عندي مشكلة يعني ها جبلك معلقة شوفي حرق عنا التوم انا المتطفل الزيت جبنة نحن بذكاف السكين نعمل كمية كلها من القطع معلقة صغيرة منيحة اي اتس وكي تفضل فين هاك خلينا نوزع نفرش الكمية كلها بشكل كامل لان زيت سيتشرب هاكي بسم الله ما بسميدي شوي هاك كيف التكسشر صار كريمي صح وهذا هو المطلوب الزعتر نفرطه هذا زعتر بري اسمه زعتر بري اي 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 يعني انت عامل ميكس اليوم مضادات اكسدي وشي مقوي للمناعة شي ممتاز الزعتر والأوريغانو رشي كمعان نرى كيف الزعتر الزعتر ولكن انا بفضل ان يكون كريمي اكتر لحتى يمد نحط زيت كمعان ايك تمام هلأ صار عنا الميكس عنا جاهز صار فينا نبدأ مدهن التوسط تمام بلدنا نرى قطعة واحدة ونطاطين فوق بعض ويبدأ نشعر ان كمعانو اصعر ان تستطعن فيها اكتر انا ايك انا تستطعن فيها اكتر تمام تمام تستطعن فيها اكتر بالسكين بالمعلقة لكن المهم أن تنمد الطبقة لا تنمد الطبقة طبقة سميكة تنمسح على التوست كرمال بس تعطي النكهة هذا القصد من أنه ممكن أن يكون هناك ناس تحبها النكهة النكهة في ناس تحبها تكون قوية كمان في زيادة الكمية تبع الجبنة عنها ما عندي شك أنه الطعمة رح تكون رائعا فأنا نريك الريحة حتى بتقليك فأنا نريك الريحة خلص دول التوستات الأربعة خلصهم في ناس مثل ما أنت عم تقول أنه على موضوع النكهة هو الجوتشيز ما بستسيغوا الطعمة تماما نحن بهاي ريسيبي ريسيبي كتير ريسيبي تماما ضفنا الجارليك والزعتر لحتى تكسر الجوتشيز وتعطيها نكهة مرغوية أكثر صحيح تماما لأني الجوتشيز كثير مع اوكي نعم كمان نعم كمان نفس الشي بس في ناس مثل ما بس كمان هيك أنا براهن أنه حتى تكون أطيب تكون أطيب أطيب ايه لأنه إذا كانت كثيرا ما لا طعمي صراحة بصير طوام طبعا امت فيني بلايش؟ هيك نحن خالصين فيني بلايش؟ في كده بش بدي 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 هيك حركة تعمل لي هيك حركة الشيخ شو هي تبع الزعتر؟ هي هيك يلا أيوة هاي بيكون وصفتنا جاهزة و بظن أنه اللي بيجربها حيقول أنه بحياتهم مدى هيك طعم خليون يجربوها و يكتبوا لنا بالكومنت شو رأيهم؟ ياريت والله و إذا منقدر نعدل عليها أو بحياتهم ليش شيء عليها أو إذا حدا عندهم في راح تاني لحتى نعم شيء تاني كمان مناسب يلا راحين ناكل نحن باي 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 باي